من بين الأخبار أو الميزانية أنهم خصوا أكثر من 125 دولار إلى الإذاعة ما يسمى بالإذاعة والتلفزيون وأدوات البروباغندا الرسمية 125 دولار نحن نتحدث عن ما يزيد عن 2000 مليار سنتيم بسعر السوق 2000 مليار سنتيم تقدم لليتيمة وخواتها وللإذاعة ولبعض الأجهزة المرتبطة بها بما فيها الابياس وكلث الأنباء إلى آخرها 2000 مليار سنتيم مبالغ ضخمة هذا في الرسمي هذه الجهات الرسمية وهناك آلاف المليارات تقدم للقنوات وللجرائد والتي تسمى خاصة لكن تقدم لها موال الشعب عن طريق فيبلي سيتي القنوات والجرائد وبعض الجهات في الخارج مثل واشنطن تايمز وغيرها وبعض الجهات اللي يطلبوا منها باش تدير لهم سبر للآراء خرج علينا واحد سبر من الآراء غريب جداً أيضاً هذا راح تحدث عليه ربما في اللايب القادم وطبعاً أموال أيضاً وإن كان محسوبة في هذه الميزانية لكن محسوبة في ميزانية السفرات والقنصليات وهي الأموال التي تضخ فيما يعرف لكاسنوار السراضيق السوداء كل قنصلية وكل سفارة فيها صندوق يسمى الصندوق الأسود واش معنى الصندوق الأسود في السفارة؟ على شكلة الصندوق الأسود تاعة الطائرة إذا كان الصندوق الأسود تاعة الطائرة يسجل كل المعلومات تاعة الطيران وكل الخطوات وكل ما يدور في الكوكبيت في قيادة الطائرة وداخل الطائرة أيضاً وحتى الأجنيحة حتى كل طائرة يعني عندما تكون طائرة في السماء فإن الصندوق السوداء في السفرات والقنصليات هي لشراء الذمم شراء صحفيين شراء بعض صحاب قناة حسابات زمان كانوا القنوات والإذاعات والصحفيين فقط الآن طبعاً كين الفيسبوك كين اليوتيوب كين أشياء أخرى هناك سندوق سوداء إذن توضع فيها على حسب البلدان يعني فرنسا مثلاً أنا متوقع أن الصندوق الأسود في السفارة لا يقل عن 10 مليون يورو ربما في بريطانيا يكون يدور في حدود مليون مليون ونص في نيويورك يدور في حدود أيضاً 10 مليار أو 10 مليون أو يزيد قليلاً يعني نيويورك مهمة واشنطن لا يقل فيها عن 5 مليون بلجيكا أيضاً باعتبارها مهمة جداً عاصمة الاتحاد الأوروبي إلى آخر يعني كثير من العواصب العالمية الكبيرة والصغيرة توضع في السفارات وفي القنصلية أموال لا يحاسب عنها لا القنصل ولا السفير ولا المستشار العسكري ولا المستشار الأمني بالمناسبة هناك أربع صناديق صندوق للسفير صندوق للملحق العسكري صندوق للملحق الأمني وصندوق للقنصل إذا كان فيه قنصل في تلك البلد هذه الأموال التي توضع في هذه الصناديق هي لشيراء الناس وشيراء الذمم من تعبع بعض الناس خاصة في الإعلام ولكن ليس فقط في الإعلام كما قلت الآن مرة مرة تشوفوا بعض الناس يظهروا في بعض الأشياء وهدفهم وشنو هو لما كانت الجزائر جزائر كانت هذه الأموال تصرف على قضايا الخارجية مثلا جزائر معها مثلا من شعر زمان في السبعينات كانت قضية ما يسمى بنظام اقتصادي عالمي جديد أو كانت الأمم العدم لانحياس أو كانت الوحدة الإفريقية أو كانت دعم أنجولا أو دعم البيتنام أو دعم بنين أو غينيا بيساو كل هذه كانت جزائر تدعمهم فكانت تصرف هذه الأمور أو دعم فلسطين كانت تصرف على هذه القضايا في الـ 40-45 سنة الأخيرة خاصة في الثلاثين سنة الأخيرة أصبحت تصرف أساسا على شيطانات الذين يعارضون ويقاومون نظام جزائر خاصة في السنوات الأخيرة شيطانتهم، الكذب عليهم، سبهم، كتابة أشياء ضدهم هذا هو الهدف من هذه الأموال طبعا جماعة الصندوق الأسود من السفير إلى الملحق العسكري إلى الملحق الأمني يحطوا جزء من المبلغ هذا في جيوبهم لأنهم يتحسبوش عليه والجزء يروح لهذا الناس وبعظم الناس في الحقيقة ما يصرفوش عليهم حتى لا دولار ولا أورو إنما الكراطين الروج جزائر تبعث آلاف اللترات عشرات آلاف من اللترات من الخمر خاصة الروج واللي يسمى الخمر الجزائري تبعث إلى القنصليات والصفارات وتبعث إلى الدبلوماسيين هناك مع هذا الطمر أيضا يوزعوها، يتبادلوا به الهدايا الدبلوماسيين عمويا يتبادلوا الهدايا أينما يقيموا الدبلوماسي الجزائري يوصلوا الطمر ويوصلوا الخمر أنا شخصيا لما وصلت إلى ليبيا مع نهاية مع نهاية 92 91 تصل بي المحاسب يومها وقال لي هاو حقك فوراني هكذا ربع كراطن تعروج ومعهم وحزوش كراطن تع تمر وقال لي هذا خمر باش تمدوا الزملائك الدبلوماسيين وهذا طمر أيضا يعني وقال ليه أوكي أنا ندي الطمر والخمر بينكم بينه يعني أنا لا تعامل بالخمر أنا لم أشرب خمرا يوما ولا أتعامل به ولا أتقبله ولا أهديه وبعدين قتلوا صراحة أنا يعني سراني قاش فيما بعد مع بعض الزملاء قلنا صراحة أنا قتلوا ما أنا لا أفهم أن أول نوفمبر والجزائر والثورة وتولي الجزائر هي معروفة بأن الدبلوماسيين تاحهم الهدايا تاحهم هي الخمر في حين أن بلدان معروفة بالخمر وبكثرة الخمر لا يقدموا لك هدية خمر يعني قدموا أشياء أخرى فبعض الذباب وبعض الأذناب يرام يستخدموهم رغم ما يخسروا عليهم حتى لا الغروة ولا الدرار اللي في الصندوق الأسود إنما يخسروا عليهم ما يخسروا عليهم يمدونهم الروج اللي يجي وهكذا بكل أسف هناك من يبيع ضميره من أجل صندوق تعروش ربع قرعا تعروش ربع كيلو تحت مر ضميره مستعد أن يشتو مستعد أن يسب مستعد فقط من أجل أن يرضوا عليه طبعا مرات معينة كانوا يدوهم يشيروا مرة مرة يخلصوا عليهم ريستورون يخلصوا مع الشاء أو يخلصوا لهم قداء أو يحطوا لهم حتى 100 أورو أو 200 أورو في الجيب ناس تبيع دمامها بلا شيء بلا مقابل تقريبا إلا تقرب من القنصل أو من السفير طبعا السفير في الغالب ما يتقرضوش منه ما يخلوهمش يوصلوه حتى للسفير ولكن من المسؤول الأمني ومن اللي معاه من الحنوشة داخل القنصلية والسفرات اللي راهي مليئة الآن بالحنوشة يعني أصبحت السفرات والقنصلية الجزائرية أكثرها حنوشة بدل ما يكونوا دبلوماسيين حقيقيين يدافع على مصالح المواطنين يخدم المواطنين لأن ما هي دور القنصلية والسفرات أساسا هو قبل كل شيء الدفاع عن مصالح الرعاية الجزائرين في الخارج سواء كانوا مقيمين أو كانوا طلبة أو كانوا مرضى أو كانوا مسافرين أو كانوا الدفاع عن رعاية البلاد ولذلك تتشوف الدول المحترمة مرات على واحد يتحرك رؤساء شفناها مؤخرا ماكرون لما تحرك على السيدة التي فجعته بإسلامها اللي خطفت في مالي سفير الأمريكي أحيانا يستقبل واحد أصله ممكن مصري لكن يحمل الجنسية الأمريكية كان مسجون عن السيسي شفنا أن ترامب استقبل مسجونة مصرية الأصل تحمل الجنسية الأمريكية بعد أن ضغط على السيسي وأطلق صراحة استقبلها ترامب في حين أن الجماعة اللي يرهم اليوم في القنصليات وفي السفرات هدفهم هو جعل حياة الجزائريين جحيما في الخارج وإخوانا اللي راهي مغلقة أمامهم الحدود رغم عارفين ماذا نقول اليوم في حديث على أن ثلاثة جزائريين ماتوا ما زال مش متأكد بالمعلومة لكن ربما سيتم تأكد بنا في الساعات القادمة ماتوا في برسلونة من البرد ثلاثة من الجزائري الحراكة المفروض أن الحراكة اللي في الخارج القنصلية ما تسقسيش المفروض أنت كيف تجيت عندك باسبور عندك وقت ما تسقسيش تتأكد فقط أنه جزائري فتتحمل وتساعده هذا هو القانون القانون أنك إذا تأكدوا أنك تحمل جنسية البلد فإن القنصليات المحترمة تدافع وتحمي وتساند حتى ليران في السجون لكن نحن العكس أكثر من ذلك يتجهون إلى شراء الذمم وشراء من لا كرام لهم لكي يشيطنوا الذين ينادون بحرية شعب جزائري بدولة مدنية مشي عسكرية باستقلال البلاد وبتقرير المصير لهذا الشعب المنكوب الذي بعد 132 سنة من نكبة الاستعمار نكبة بحكم العسكر نكبة بحكم متخلف رديء فاشل ونوصل البلاد عملاق مقيد وهكذا تصرف إذن 125 مليون دولار أكثر من 2000 مليار سنتيم على أدوات بروباغندا فاشلة يعني مش عارفش كل يشوف تليفزيون الجزائري الآن لا عارف من